بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله رحبكم مشتركات الكريمات ان شاء الله تكونوا كامل بخير انتم ما تشوفوا في هذا الفيديو جيتكم البنات اليوم في تفصيل وخياطة موديل قندرة للصيف موديلها بهي تصلح للدار والمناسبات ان شاء الله تعجبكم تبعوني في كامل الخطوات وما تنساوش تديروا لي اللايك والتعليق باهي اطلع الفيديو الاكبر فئة ممكنة وتعم الفائدة وبلا ما نطول عليكم بزيف حبوباتي انا ياهنايا خدمت الجزء الامامي وجزء الظهر درت لهم التفصيل الداخل في الخارج كما متعودين نخدمه في الفيديوهات السابقة باهي ما نطولوش الفيديو ويجيكم مخفيف اللي تحب الطريقة هاكذا مباشرة تكتب لي ولي تحب اني نبدأ الفيديو من البداية تكتب لي ثاني في التعليقات باهي نشوف الطريقة اللي ممكن تفيدكم وتاعدكم اكثر والقياسات اهنا اللي استعملناهم لبنات وككل مرة انا اهنايا درت خط الكاتف درنا القياسة تاع الكاتف ودرت القياسة تاع الصدر هبطت بالارتكاز لبنات ورسمت حردة الايبيت من حردة الايبيت لبنات زدنا احتجنا الخط الواسط ولا الخسر والطول الكولي بنفس القياسات اللي خدمت بها في هذا الجزء انا خدمت بها الجزء الظهر خلينا واحد سنتيم زيد حق القسمة اللي في المنتصر من بعد راح ننتقلو الان للرقابة راح ندخلو هنا في الكاتف بمسافة سبعة سنتيم ونعينو نقطة ونديرو هنا في العمق 18 سنتيم ونعينو النقطة الثانية نطلع من هاذا النقطة بربعة سنتيم ونرسم خط عمودي ندخل فيه بالعرض بستة سنتيم ونعينو نقطة راح نوصل ما بين هاذا النقطة والنقطة العلوية مع النقطة تاع الطول راح تتشكلي الرقابة نجيب الميقس ونتبع الصوت اللي كنت درتهم نصلوا على شكل الرقابة كاريفي نقلب القماش نتاعنا على الجهة الخلفية ونبدأ ونخدمو البنس في الارتكاز هنا لبنية راح ندي مسافة 23 سنتيم ونعينو نقطة وندخل في العرض بمسافة 10 سنتيم ونعينو نقطة التقاطع من نقطة التقاطع حبوباتي نهبط بمسافة 26 سنتيم بخط مستقيم ونحدد منتصف حردة الايبيت راح من حردة الايبيت نوصلها بنقطة التقاطع من تاع الارتكاز باهنا نتحصل على البنسا نرسم حدود البنسا في حردة الايبيت ندخل بـ 1.5 سنتيم في الجهتين نرسمو المثالث وفي الجهة السفلية تاع البنسا راح نحدد المنتصف نرسمو المعين كما ما الفين نخدمو في الفيديوهات السابقة من بعد نجيب الميقس ونتبع كامل حدود البنسا باهنا نتحصلوا على هذا الشكل بعد ما نخيطوه راح يعطيلي لافور من تاع الصدر بهذا نكملنا جزء الصدر راح ننتقلو الجزء الظهر في الظهر اللي بنيت راح نهبط بعمق 15 سنتيم ونعينو نقطة وفي العرض ندخل بـ 7 سنتيم ونعينو النقطة الثانية نرسم الخطة تاع الرقابة نجيب الميقس ونتبع الخطة اللي كنت رسمتو اما بالنسبة للبنسا اللي بنيت راح نهبط بمسافة 2 سنتيم على خط الصدر ونكمل نهبط من ذيك النقطة بـ 26 سنتيم نحو الأسفل ندخل فيها بالعرض بـ 10 سنتيم ونرسم الخط نحدد فيه المنتصف ونخرج من المنتصف بـ 2 سنتيم في كلا الطرفين ونرسموه المعين تاع البنسا راح نقلب القوميش ونطبعوه في الجهة الثانية نفتح القوميش ونعود على الخط بالطبشور وبهذا نكونو خلصنا جزء الظهر راح لبنسا نفصلو ليمونش نجيبو قطعة القوميش اللي كانت فضلتلي لبنسا نحتاجها على الأقل لتكون بعرض 23 سنتيم وطول انتاحة 38 سنتيم نعينو الطول 38 سنتيم ونعين نقطة من هذا النقطة لبنسا ندخلو بـ 10 سنتيم ونعينو نقطة ثانية من هذا النقطة الثانية لبنسا نطلع بخط عمودي بهذا الطريقة ندير 23 سنتيم نرسمو الخط التحدث للأبيض نخرج بـ 2 سنتيم وندخل بـ 1 سنتيم هنا العرضة تاع المنش من الأسفل نديروه 20 سنتيم نرسمو الباترون ونتبع معه بالميقس بهذا الطريقة انا شكلت الكمة الأول راح نزيد نشكل الكمة الثانية كينك من لبنسا راح نفصل زوج أجزاء نستعملهم في الطبطين طبطين الصدر والظهر راح نحتاجو هنا لبنسا نص مترا دونتين من الأحسن انو يكون فيها حاشية فيها تشارشيف لبنسا انا ايا فصلت هذا القطعة ما صور ليش الفيديو بعدا ننفهمكم كيفية خدمناها ونحتاج قطع للأكمام و للصدر راح نبدو هنا الخياطة لبنسا بجزء الظهر انا الظهر كنت درت لولي بنسا البنسا الأولى والبنسا الثانية ودرت التبطين انتع الرقابة هنا لبنسا كيفية خدمنا الطبطين جبت جزء طبطين درتو الوجه على الوجه مع الظهر ثبتو بالإبارة تاع الخياطة ودرت مع الرقابة ونحينا ليشوت وكخونتينا للرقابة كامل الآن راح نجيبو الجزء التاع الصدر هنا الجزء التاع الصدر اللي بنيت فيه شوي خدمة هنا قبل ما نخدمو لي بينسا ونخيطوهم هنا تماما انا كنت خيطت الرقابة كما كنت خدمتي مع الجزء الظهر درت له الطبطين بنفس الطريقة خدمت في هذا الجزء انا درت الطبطين هذا تاع الرقابة درت الوجه على الوجه مع جزء الطبطين وثبتها مليح وعاودت على حدود الرقابة بهذا الشكل من بعد البنات نحي تليشوت وكخونتي تكامل الرقابة من بعد البنات راح نجيل هذا الجزء اللي خدمتو تاع الدونتيل راح نوريلكم التفاصيل كيفاه درتو اول حاجة البنات انا يا كنت رسمت المنتصفن تاع القندورة هنا هني مبينتها بالطبشور بيتفاهمو كي تثنيو الدونتيل كيفاه راح نتحسبو اول حاجة تثنيو الدونتيل على اثنين نبدأ من نقطة البنات نحدد مسافة 15 سنتيم نحو الاسفل بهذه الطريقة نديل 15 سنتيم ونعينو نقطة نعاود ونهبطوا البنات من نقطة البنات بـ 11 سنتيم نعينو نقطة من هذا النقطة نخرج مسافة 11 سنتيم ونعينو النقطة الرابعة من النقطة الرابعة invention نكمل نهبط 30 سنتيم نحو الاسفل ونزيدوا نعينو نقطة راح نوصل كامل هذ النقاط بازنتحصلوا للمعين. من بعد نجيب المقاس لبنيت ونتبع كامل لا فورما اللي كنت خدمتها بهنا تحصلوا على هذا الشكل. رايحين نهزوه لبنيت ونحطوه بهذا الطريقة. نديرو البداية تاع السهم هنية. في المنتصف تاع القندورة. حاولوا ترسموا المنتصف تاع القندورة بها تحطوه في المنتصف. لانه اذا بعد البنيت منا ولا منا حيجيكم الشكل ماهوش بنا رجعوا للبداية تاع البنسة ونثنيها بهذا الطريقة. راحين نخيطوا البنسة. وبنفس الوقت ما تكونوا ثبتوا الدونتيل اللي كون نخدم منه. راحين نتبعوا شكل البنسة حتى نخرج مع نهاية حالة الابط. نكمل هذي البنسة الاولى والبنسة الثانية. نكون خيطة معاهم الدونتيل في بنيتهم. بهذا الطريقة اللي بنيت. شوفوا كيفية تحصلنا على هذا الشكل. هنا رحت يكون الدونتيل داخل في وسط البنسة. كما خدمت البنسة الاولى راح نكمل البنسة هنا الثانية بنفس الطريق. بعد ما كملت البنسة البنسة راح نحيي الزائد التاع الدونتيل. وندير هنا السرفلة ولا تقدروا تديره الزيجزاك. بعد هذه الخطبة راحين ننتقله الآن الجزء الرقابة. هنا الرقابة نقلب الجزء التاع التبطين للخلف. وننمشي بآلة الخياطة على بعد واحد ونص سنتين. هنا بعد ما نكمل الراقابة راح نحيي هذ اللي يشوت اللي خرجوا لي في جهة التبطين. نحيو اللي يشوت ونديروله السرفلة. هنا البنية راح نجيب المثلاثات اللي خدمتهم من الدونتيل من الاحسن تكون الحافة نتاعه هنا مشارشفة. راح نديرها في الزاوية الاولى. ونحاول الرقلها مع المنتصف. نزيد نجيب المثلاثة الثاني. ونحطوه في الجهة الثانية. راح نثبتهم بالابر. ونعود عليهم بآلة الخيارة. بهذا الطريقة هذي هي النتيجة اللي بنيت. راح ننتقله الآن الجزء الظهر. نجيب الظهر. نفتح الجزء التبطين على الاكتيف. ونجيب الاكتيف التاع الجزء الامامي. نحط الكتف على الكتف بهذا الطريقة. ودايما ديروا البداية مع البداية. بهجيكم لا فينيس ينتاع الرقابة مليح. نقلب جزء التبطين ونخيط على مسافة واحد سنتيم. نخيط الكتف الاول ونزيد ونخيط الكتف الثاني. من بعد راح ننقلب جزء التبطين للخلف ونعود نخيط على مسافة واحد ونوص سنتيم مع كامل الرقابة من الخلف. ونحيو اللي شوت اللي خرجوا لي. نعود نزيد نجيب قطعة مثلاثة تع دونتيل ونحطها مع المنتصف التاع الرقابة. حاولوا تريقلوها مليح بهجيكم في المنتصف. ثبتوها بالايبر. من بعد نخيطوها بآلة الخياطة. ونكملوا نحيو اللي شوت التاع الدونتيل. بعد ما كملنا كامل هذو الخطوات راح ننتقلو هنا يلي مانش. نجيب المانش الاول راح نجيب قطعة التع طبشر. نتني المانش على اثنين ونعينو المنتصف. بعد ما عيننا المنتصف نخج بثمانية سنتين في كلا الطرفين. الجيهة اليمنى والجيهة اليسرى. راح نهنا نجيب لبنات قطعة من الدونتيل كنت فصلتها على شكل مثالة. نتنيو ثانية للداخل بهذا الطريقة ونتبعوها بآلة الخياطة. كما خدمت لبنات هذا الكم راح نخدم لكم الثاني. بهذا الطريقة. وهنا في هذا الجزء راح نديره عطفة. بعد ما كملنا الاكمام لبنات راح نرجع للجزء الامامي راح نفتح القندوران بتاعنا على منطقة الاكتف. ونجيب اللي منش ندير لهم نقخون تيهم في المنتصف وندير المنتصف تاع المنش مع خط الكاتف. ونخيط على مسافة واحد سنتيم. نحتي ننخلص مع الحردة الايبيت. نجملو القندوران البنات ونفينيوها من الداخل وندير لها كفة ونعود ونرجعو مع الشكل النهائي تاع القندورة. وهذه هي النتيجة حبو بيتي بعد ما ركبت ليتراس للقندورة ودرت لها زينتها بليبوتو. خرجت من اروع ما يكون. نتمنى انو يكون الشرح سهل وبسيط. ودو يستفدتو من الفيديو تاعه النهار اليوم. البنات اللي ما فهمتش حاجة كتبولي في التعليقات والله عندها اي استفسار به نقدر نفيدكم في الفيديوهات القادمة ان شاء الله. الموديل جات لخياطا تاعه بسيطة وسهلة. وكل عادة حبو بيتي ما تنساوش تديرو لي اللايك. ولي مزالة ما اشتركش تشترك وتفعل الجرس بها يوصلها كل جديد فيديوهاتي. هنا لبنات في جزء الظهر تحبو تزينوه تحبو تخلوه سيمبل. انا خليتو على حسب طالب بتاع الكليونت انتاعي. وبلما نطولوا الفيديو بزيف راح نخليكم لبنات في اماني له ورعايته الى الملتقى في فيديو قادم باذن الله.